السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لم تنى انك انت العليم الحكيم وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا هذه الايام حول دراسة السيرة النبوية محطات مشرقة من حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون قد هل علينا شهر ربيع الاول وهذا الشهر الفضيل العظيم فيه اهم حدث وقع في تاريخ الاسلام ووحدة ميلاد رسول الله خير خلق الله الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقال عنه جل جلاله هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين المجتمعات قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعيش في ضلال مبين فبعت الله تعالى هذا النبي واعطاه الكتاب والحكمة وجعله يعلم الناس آيات الله ويزكيهم ونحن في هذه الأيام نكون أحوج ما نكون لإعادة النظر في حياة هذا النبي المصطفى نكون أحوج ما نكون لمعرفة قصة حياته ونقف عند أهم محاورها لكي نذكر أبناءنا ونعلم أحبابنا ونعلم أنفسنا سيرة هذا النبي العطرة فهذه السيرة تحتوي على وقائع من حياته وعلى كل ما يتعلق بصفاته الخلقية والخلقية وكل الأحداث التي رافقت نزول القرآن العظيم ولا ريب ولا عجب أن المسلمين في مشارق الأرض ومغربها يحتفلون بهذه الذكرى العطرة كل ما حلت لأنها مظهر من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها مناسبة للوقوف عند الصفحات المشرقة من حياة هذا النبي الكريم التي تذكرنا بالمثل العليا وهي أيضا فرصة لكي نستشعر بأننا ننتمي إلى أمة الأمة الإسلامية الأمة الخالدة التي هي مقرونة عزها بالقرآن العظيم وسيرة هذا النبي الكريم نحن أيها الأحباب الكرام نريد أن ندرس في هذه الأيام المقبلة بإذن الله تعالى سيرة هذا الرجل الذي هو أعظم إنسان خلقه الله تعالى في هذه الحياة وخاطبه جل جلاله فقال وإنك لعلى خلق عظيم هذا الرجل المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله ربنا عز وجل الصورة العملية التطبيقية للقرآن الكريم كان قرآن يمشي على قدميه كان يتبع منهج القرآن في بيعه وشرائه في إقامته وسفره في سلمه وحربه في أخذه وعطائه في كل شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة السيرة النبوية الشريفة نتعرف معرفة شاملة عن نسبه وعن مولده وعن نشأته وعن حياته وعن أسلوب دعوته نتعرف عن كل الأمور المتعلقة بشؤون حياته هديه في الطعام والشراب هديه في المنام واليقضة هديه في التعامل مع الناس هديه في تدبير شؤون الأسرة وهديه في تعامله مع المخلوقين وهديه في تعامله مع ربه جل جلاله هديه في كل ما يحتاجه البشر وليس هناك إنسان في الوجود كتب هديه وسلوكه أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة طيبة مباركة تشمل كل حياته وتعاليم وأداب إسلامية راقية علمه الله تعالى إياها نتعرف أيها الأحبة الكرام عن تفاصيل حياة هذا النبي الكريم في الطعام والشراب واللباس والنوم والعناقة الزوجية وفي تربية الأبناء وفي تدبير شؤون الحياة اليومية لأن السيرة النبوية العطرة سجلت كل مراحل هذا النبي الكريم منذ أن كان طفلا يتيما يرعى الغنم إلى أن صار شابا مستقيما في سلوكه إلى أن تزوج وكان مثالا للزوج في حسن المعاملة وكان مثالا للأب في الحنو والعاطفة مع الأبناء وكان المثال الجامع بين واجب التعبد والتبتل لربه وأيضا المعاشر اللطيف مع أهله وأصحابه وكان المثال للقدوة والموعد الحسنة والمثال للرئيس الدولة الذي يسوس الأمور بحكمة بالغة وكان أيضا المثال للسياسي الصادق المحنك وللقائد الحربي الماهر صلى الله عليه وسلم رحمته وهديه استفاد منه الجميع حتى كان مثالا للرفق بالحيوانات وبلغت رحمته صلى الله عليه وسلم أن شملت كل البشر الضعيف والقوي والقريب والبعيد حتى أصابت الشجرة والحجرة كان صلى الله عليه وسلم المثال في الليل وفي الرحمة والرفق والكرم والأمانة والعدل والشجاعة نتعرف أيها الأحباب الكرام من خلال دراسة سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن دلائل معجزاته مما يقوي إيماننا ويزيده نورا وهداية نتعرف على كل ما يتعلق بحياة هذا النبي الكريم ونتعرف على كل مواقفه وعلى كل سلوكه لأن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة في عصرنا هذا للتعرف من جديد على سيرة هذا النبي والاعتزاز بها حتى ترتفع إلى مكان القيادة الراشدة فربنا عز وجل مدح هذه الأمة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الأمة هي معززة مكرمة لماذا؟ لأن فيها النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو أول من سوف يبعث يوم القيامة من الخلائق يوم القيامة لما يأدن الله تعالى أول من سوف يخرج من القبور وأول من سوف يبعث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد يوم القيامة هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود سوف نتعرف عن هذا النبي الكريم الذي لن يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة إلا عندما يشفع يوم الحساب يشفع هذا النبي لأتباعه من أبناء الأمة هذا النبي الكريم الذي لن يدخل أحد الجنة قبله هو الذي سوف يدخل الجنة أولاً وكل من يدخل يدخل خلفه هذا النبي الذي أعطاه الله الحوض والنهر وكل من أراد أن يروى من يده الكريمة هذا النبي الكريم هو الذي ميزه الله تعالى في الدنيا بمعجزة الإسراء والمعراج وصعد إلى أعلى عليين وفتحت له أبواب السماء واخترقها بشاسده وروحه ووصل إلى المكان المقرب الذي لم يصل إليه قبل ولا بعد بشر ولا ملك حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى وهناك وصل إلى مقام الحضرة الإلهية ولقي ربه وكلمه بدون حجاب هذا النبي العظيم الذي هو المثل الأعلى في كل شؤون حياة المؤمنين لأنه وصل إلى مرحلة الكمال البشري وجعله الله القدوة للإنسانية كلها حينما قال عنه جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة هذا النبي الكريم حينما نتعرف عن صفحات مشرقة من سيرته العطرة سوف تساعدنا على فهم القرآن العظيم وتفسيره وتذوق روحه ومقاصده لأن معظم الآيات القرآنية إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن أيها الأحباب الكرام في أمس الحاجة للتعرف على هذه السيرة النبوية العطرة التي امتاز بها هذا النبي العظيم ونهنأ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول هذه الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف فالآن جموع أبناء الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يستعدون لإحياء هذه الذكرى ونحن في مغربنا العزيز في بلد إمارة المؤمنين الحمد لله مساجد الرحمن في كل بقاع المملكة الشريفة تستعد لكي تشهد أعداد كبيرة من الأنشطة مرتبطة بالتذكير بسيرة النبوية الشريفة ودراسة الحياة حياة هذا النبي الكريم والوقوف عند أنوارها والوقوف عند هديها فلسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بنور هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربي رزقنا شفاعته يوم القيامة اللهم اسقنا شربة ماء من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا ورزقنا شفاعته يوم الدين قولوا معنا جميعا أمين آمين أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله